الجزائر إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية. هذه من وكالة الأنباء الجزائرية النسخة العربية ورأي عندي حتى نسخة المفرنصة يعني الناس يقدروا يتابعوني وأنا نقرأ من وكالة الأنباء الجزائرية كما تسمى وكالة الأنباء العصابة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس الجي سانك حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان للوزارة أي اليوم وجاء في البيان تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخبار عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأمامر تصدر عن جهات أجنبية وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس وهو أمر غير وارد وغير مقبول كما أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية وفي هذا الصدد فإن وزارة الدفاع تكذب وبصفعة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد وتطمئن الرأي العام الوطني بأن الجيش الشعبي الوطني سليل جيش تحرير الوطني لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى القوات المسلحة وزير الدفاع ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقواري الجمهورية دفاعا عن السيادة ووحدة البلاد كما تؤكد وزارة الدفاع على أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد مهمة جدا هذه الفقرة تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية وإذ ننوه بوعي وإدراك الرأي العام الوطني بما يحاق ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحة معروفة لدى الجميع ومورعات للمصلحة العليا للوطن يؤكد ذات المصدر فإننا ندعوه إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلد آخر تعديل الأحد 21 فبراير الساعة 1356 أي تقريبا الساعة الثانية بعد الظهر طيب خلونا في هذا كين واحدة للثلاثة والأربع نقاط نروح ونفصلهم بسرعي أولا حاجاتها دولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة نحن أبواق فتنة ولسنا أبواق فتنة نحن أبواق وعي وليس أبواق فتنة سويلة بن باديس عن الفتنة فقال هي الحاكم الجائر هي الحاكم الجائر الحاكم الظالم يفتن الناس في كشياء كثيرة يفتنهم في خبزهم يفتنهم في عملهم يفتنهم في دراستهم يفتنهم في بسجنهم يفتنهم بالقوانين الظالمة بالضرب بالقهر بالظلم حاكم الجائر هو الفتنة إذن نحن نعتز أننا أبواق فتنة ووعي هذا فضل الله والحمد لله أن الشعب أكثرية الشعب يعرفون مستقيتنا وحديثنا وهو مصاري معاكم الآن يقترب من 26 سنة 26 سنة عبر صفحات الإلكترونية التحريضية أخبار كذا قال لك طيب دعونا نرى ما يقول سيد الإليزي حتى لا أقول سيدكم من بداية دعونا نرى نسموه في البداية سيد الإليزي ماذا يقول سيد الإليزي في الموضوع هذا أو أقول لكم حاجة قبل ما نروح سيد الإليزي دعونا نقول ما يقول السيد تابون من نسبة للساحل واخرا زمن نشط في إعادة إحياء اتفاقيات الجزيرة العاصمة لزاكوردالجي وقع أول مرة منذ سنين وسنين في شمال مالي اجتماع دالهيئة لتشرف على تطبيق هذا القرار واجتماعت في مدينة كيدال يعني في صلب وفي قلب شمال مالي تحت رعاية السلطات المالية نبارك هذه الخطوة وإن شاء الله مع الدول اللي حب الخير والاستقرار المالي نخدمه مع بعض على أساس استرجاع طمانينا والهدوء للأشقاءنا في مالي الدول اللي حب الخير والاستقرار لمالي نخدمه معها كيف نرجعوا الاستقرار والخير للمالي داركم نشوفوا ما كان هذه الدول لكن قبل ما نرح نشوفوا ما كان هذه الدول واش قال قال اجتمعنا اجتمعنا معهم في كيدال في مالي تحت رعاية مالي دولة مالي طيب دولة مالي تحت الاحتلال الفرنسي يعني انتم الاحتلال الفرنسي دولة مالي الاجتماع هذه هي يعني حتى الفرنسي سمعتكم مش حتى القيمة مقيمكم مش مباشرة يعني يعني بعثو لكم الحركة انتاحهم يعني القارضيات مالي تحت الاحتلال الفرنسي الجيش الفرنسي وامريكي وجيش اوربي موجودة في مالي لكن الجيش الفرنسي اساسا وبعد هو الامريك مالي محتل فرنسا هناك بعسكرها وبدأتها ب اه ب ايش كان يسموها الوبراطيون كذا وبعد ولت الوبراطيون برخان الان لان اطاعتها بعد هكذا على اساس الامم المتحدة يعني رحتوا المالي واجتمعتوا في مالي مع الماليين والفرنسي من الفوق هذا اعتراف من تبونكم هذا تبون يعترف في خطاب قبل ثلاث ايام مش ابواق الافتنة اللي سميتوا انتم ابواق الفتنة مش ابواق الواعي اللي سميتوا انتم ابواق الفتنة هذا هو يعترف هذا اعتراف اول ثم جاء في الاعتراف الثاني واش قال خلينا نعود نسمعوه في الاعتراف الثاني بسرعة واش قال رعاية السلطات المالية نبارك هذه الخطوة وان شاء الله مع الدول لحب الخير والاستقرار المالي نخدموا مع بعض على اساس اترجاع طمأننا والهدوء لاشقائنا في مالي دول لحب الخير والاستقرار المالي طيب خلينا نشوف هالدول بل نعرفوك اشو واحدة منهم بل اعطل نعرفوك المقارنة الحكومية ستيندرا au printan pour faire un point d'étape sur l'ensemble de ces piliers et un sommet de la coalition ستيندرا avant l'été pour faire un point sur les avancées concrètes et sur les financements طيب هذا سيد Lelysie أي واحد يفهم الفرنسية وفهم ولكن دعونا نزيد نلخص بركوش قال هناك جملتين لأن هذا الموضوع كنت قلت من المقبل يعني هذا هو بصراحة دائر خطة خطة عمل خارطة طريق سنفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا في الرابيع وهذا في الصيف وسنضيف كذا وقد جدد المغرب والجزائل التزامهم ولمحاربة الإرهاب في الساحل وإلى آخره هذا كان يعطي في التعليمات للخمسة رؤساء اللي كانوا في نجامينة وهو من Lelysie ما رحلهمش لنجامينة لكن هما راحوا رئيس موريطانيا رئيس مالي رئيس النيجر رئيس بوركينافاسو وطبعا رئيس شاد اللي هي كان فيها هذا المؤتمر قبل خمسة أيام أو أربعة خمسة أيام والجزائر حضرت لكنكم ما قلتوش أن الجزائر حضرت دارك نشوفوا منين جابوا الدليل أن الجزائر حضرت دارك نجيب لكم الدليل لكن هل في شك تببوني يقول إحنا راحين نتعاون في مالي مع الدول يحب الاستقرار لمالي الدولة الرئيسية اللي تسير كل شي هي فرنسا وسمعت رئيسها هذا رئيس فرنسي هذا ما يخير شي يكذب هكذاك لأنه عنده جهات كثيرة فرنسا تحاسبه وجهات عالمية تحاسبه أيضا وراه يحسب كل كلمة راح يحسب لها بميزان لا يقول بميزان ذهب راح يحسب لها بميزان سيد الإليزي راح يشرح بأن هناك تجديد الالتزام المغربي الجزائري ومد خارطة طريق في دقيقة أو شوية مدها كيف ستكون وكانت تعليمات لرؤساء الخمسة اللي هما كلهم عملا ويتلقاوا الدعم من فرنسا تحبوا تشوفوا حاجة أخرى وانت تتأكد باللي حضرته هذا اللقاء وكذبته للشعب الجزائري ما خبرته باك تسمعه اسمه أولي مليح إخواني دernière question على laquelle je réponds c'est la coopération avec l'Algérie et la France écoutez j'ai eu plusieurs discussion avec le président تيبون sur ce sujet il est extrêmement conscient du sujet sécuritaire et conscient aussi de l'importance du sujet فيما يتعلق بالتعاون الجزائري الفرنسي لقد أجريت عدة اتصالات مع الرئيس تيبون وإنه متفاهم جدا extrêmement conscient متفاهم جدا أو متفاهم جدا أو مدرك جدا لقضيات الامن في الساحل كما يوضيف المغرب اتصالات وإنه اشتركوا بحث حسب بعض الناس اللي علقوا عندي قالوا ان المغرب اعلن انه حاضر ما عندوش مشكلة يعني المباشرة انه حاضر في نجامينة لكن بغض النظر على المغرب ما يهمنيش موضوع انتهوا الان هنا عودون سمو هادي سمو ملي على la présence الالجيريا ومروكا اذا الالجيريا ومروكا الالجيريا ومروكا في نجامينة اتابة امورتونة اكثر امورتونة صح او لا لماذا كذبتم على الشعب من يكذب على الشعب ابواق الواعي نحن اللي سميتونه ابواق الفتنة في ورقة والله لا تستاهل الحبر اللي كتبت به لان كلها اكاذيب ام انتم الذين تكذبون لماذا ما قلتوش لماذا حتى ماكرون مش اكذب عليكم تولي مكارثة كنتو كون كي قال هذا الموضوع قبل ربع ايام كون خرجتو درتو بيان مندد بماكرون يعني ما نددتوش بماكرون وما اعترضتوش عليه وش قال ماكرون اعترضوا علينا هنا لانا نقلنا وش قال هو وقلنا اراكم تكذبوا على الشعب فاردوا علينا هنا ردوا على ماكرون ماكرون هو اللي سيقول الريانجاجمون الالجريان تجديد الالتزام هو اللي سيقول الانجاجمون الالجريان وصمي دانجامنا ليس انا او اخواني ليس انا هو اللي سيقول احنا نعلق على ما قال الرئيس الفرنساوي سيدكم اللي من اوامر جيتاعوا واللي قال تبون الشجاع وراه مع تبون وراه الى اخره واللي تبون قال انه عنده ثقة كاملة في ماكرون هذه كلها تصريحات موجودة وهذا تصريح جديد اذا ما نجحنا انتم احضرتوا الصومي دانجامنا لماذا احضرتوا الصومي دانجامنا الصومي دانجامنا هو التعجي سانك لمحاربة ما يسمونها الارهاب مش في مالي فقط في مالي وفي النيجر وفي تشاد وفي بركينة فاسو وفي بلدان اخرى ربما يصل حتى النيجيريا وبلدان اخرى والكاميرون الى اخره اذا جي سانك الناس يروحوا يقرعوا الجي سانك يلقوه يلقوه شنو مهامو وشكنهما الى اخره انتم اصبحتم جزء سري في مجموعة الخمسة خايفين ان الشعب يعرف لانكم عارفين ان هذا الشعب ممكن يفجر يفجركم عليها يفجركم سلميا ان شاء الله لكن جيت ردوا علينا احنا ردوا على ماكرون اشتخلنا احنا احنا ما ننقول ونعلق على ما قاله سيد الاليزي طيب خلنا نجيت لكم شيء اخر باش ما نطولش الموضوع حاليا وفي هذا الصدد المساعدة بعتلي موضوع سافير البوركينابي الى ما كنتش بعتلي من قبل عودوا بعتلي من فضلك وفي هذا الصدد فان وزارة الدفاع تكذب بصفاق قطعية كذا كذا كما تؤكد وزارة الدفاع يضيف البيان على ان مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها ارادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية واش من دستور دستور واحد نوفمبر الفين وعشرين رسميا كم قاطعوا الدستور ستة وسبعين بالمية فاصل قريب سبعة وسبعين بالمية باعترافكم انتم احنا عارفين المقاطعة كانت اكبر لكن تم اعترفتوا خلنا اخذوا الرقم اللي اعترفتوا به ستة وسبعين بالمية قاطعوا هذا الدستور لماذا قاطعوا لأسباب متعددة من بينها ماذا قليني نقول لكم مش من بينها من بينها هذه نقرأها الاخواني اللي انا صغيرة الفقرة الثانية من المادة 91 يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان هذه واحدة والثانية المادة 31 الفقرة الثالثة يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجمع الدول العربية أن تشارك في حفظ السلم يعني هناك مادتين جزائر تشارك في حفظ السلم اللي قرروا مجلس الأمن مجلس الأمن رحم قرر عملية برخان اللي كانت قبل عملية برخان هي سيفرال الآن عملية برخان عملية برخان هذه تحت مجلس الأمن تحت الأمم المتحدة من يقودها الفرنسيين وش يديروا يحاربوا في الإرهاب فالحقيقة من أجل ماذا؟ من أجل السيطرة على ثروات مالي الحقيقة يعني لكن رسمين يحاربوا في الإرهاب مثل ماذا؟ كانوا يحاربوا الإرهاب في الجزائر في الخمسينات مش كانوا الثوار تسمى يسموا إرهابيين مش الثورة كانت إرهابية لفلاقة لتيروريست كنا هكذا ياك؟ هما ثاني يراموا يحاربوا في مالي هكذا الآن مش هح ندخلش كون رامي حارب هذه قصة أخرى لكن الآن رح موجودين في مالي باسم الأمم المتحدة بمعنى أن هذه المادة تبعثوا الجيش باسم الأمم المتحدة لكن هو في الحقيقة تحت من؟ تحت قيادة فرنسية صح؟ ولا لا؟ هذه الحقيقة ثم عندما تقول في المادة في المادة قبل هذه هذه المادة يقرر رسالة وحدات الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بغرفتين بالثلثين في كل غرفة طيب هل هناك واحد يسمعني في الجزائر أو خارج الجزائر من الجزائريين أو من المطلعين يعرف أن هناك واحد في المئة احترام لما يسمى بالغرفتين مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يعني مجلس الجزائرين يسموه برلمانات الحفافات وبيع اللادروك مع احترامنا الحفافات المحترمات والحفافة هناك كناية عن أشياء أخرى هل هناك واحد في الجزائر واحد خرجوا لي واحد عقل يقول لك أنا أقول لغا نحترم البرلمان هذا إلا إذا كان من المرتزقات الكاشيريست والفرامجية الشعب الجزائري في أغلبية العظمى العظمى كلها تقريبا على استثناءات بسيطة جدا يعتبر هذا ليس برلمان والناس لا يرحوش ولا ينتخبوش وعارفين لهم الوصوص وركم ساجنين منهم عشرات الآن اللي كانوا برلمانيين أو في مجلس الأمة وذلك كانوا يزيدوا تسجنوا بعدما رفعتوا عليهم قال حسان هذا البرلمان هو اللي قرر إرسال الجيش يعني في نهاية المطاف قراركم قرار الجنرالات قال لك الرئيس جمهورية استشير طيب رئيس جمهورية أنتم ما جبتوه شعب خرج قال تبونه مزور جابه العسكر شعب خرج قال مكان اشتخابات مع العصابات أين إرادة الشعب هنا هل استمعتوا لإرادة الشعب في القضايا الداخلية باش تسمعونه في القضايا الخارجية خاصة أن المرط تعسياتكم فوق راسكم أين من هو أبواق الفتنة من هو الذي يكذب بالدلائل يعني بالدلائل والدليل وخاصة أن ماكرون سهلنا المهمة هذا ربع يام اللي فاتت خرج قال كل شي على ما خرجتوش درتوا بيان وقلتم ما قاله رئيس الجمهورية الفرنسية كاذب مخادع ليس صحيح ولن يكون وإحنا ما حضرناش في نجامينا ونحن ما نش نسقوا معهم وإحنا مش رحين نفتحولهم الأجواء كما فتحناها من قبل وإحنا ما نعطلهم كروزون وما نعطلهم شهادي ليش ما خرجتوش لأنكم تفعلونها نزيدكم حاجة مش طلبتوا من La CNTR La Societe Nacional de Transport Routy الشركة الوطنية للنقل بري مش طلبتوا منهم حطيتهم جي بيس باش يركبوا جي بيسات لان مش هال الشركة ريتركب في الدي جي بيس داخل الشاحنات الآن لأننا قالوا لهم بللي ممكن تخرجوا خارج الحدود السنتيار وش يدد في الغالب يدد اللوجيستيك يدد الأكل يدد الشرب يدد الماء يدد المدافع يدد الدبابات تذهب في هذه الشاحنات الكبيرة الضخمة كاين شاحنات معينة عسكرية يستخدمها لبعض الأسلحة الخاصة ولكن كاين جزء من الأسلحة تذهب في السنتيار في السنتيار يعني في شاحنات في السنتيار هل هذا صحيح صحيح ونقدر نقدر أخر نبعث لكم الصور نتعى الـ GPS لقدرتم إذا حبيت هذا دليل آخر طيب نزيد لكم دليل آخر الأحد 13 أيلول سبتمبر 2020 وكالت الأنباء الجزائري هاوا باش الناس يقدروا ياخذوا الصور ورح يبحثوا لها الجزائر تبدي استعدادها لمرافقة بوركينافاسو في مكافحات الإرهاب كشف سفير جمهورية بوركينافاسو السيد عمار سادو يوم الأحد بالجزائر العاصمة تلقيه تطمينات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص استعداد الجزائر مرافقة بلده في مكافحة الإرهاب وقال السيد سادو عقب استقبال خصه به رئيس الجمهورية إن الرئيس تبون طمأنني بخصوص استدعاء الجزائر لمرافقة بلادي ومنطقة الساحل بصفة عامة في مكافحة الإرهاب الذي يبقى التحدي الرئيسي وأضاف والذي سلم لرئيس الدولة أوراق اعتماده كسفير جديد لبوركي نافاس في الجزائر أنه تطرق مع الرئيس الجمهورية إلى التعاون ثناء إلى سيام الجانب الاقتصادي إلى آخرهم إذن تصريح لسفير بوركي نافاس سفير أجنبي بعد أن استقبله تبون وقال بأن تبون طمأنه بأن الجزائر سترافق بوركي نافاس وليس فقط بوركي نافاس وإنما منطقة الساحل كاملة وكالة الأنباء الجزائرية في 13 سبتمبر 2020 والنشر كان بالضبط على الساعة الثالثة وستة وعشرين دقيقة عصرا طيب هذا الكلام من عندي من أبواق الفتنة أنا وأبواق الفتنة أم من عندكم من وكالة الأنباء ومن السفير اللي استقبله تبون وركم عايشين دليل من عن تبون دليل من عن السفير البركي نافي وأكبر الأدلة من عن سادة هذا سيد تبون وسيدكم وسيد بوركي نافاسو ماكرم وأشياء أخرى كثيرة وموضوع الأسنتيار وموضوع قوائم الضباط اللي قلت لكم أنكم بعثتها للقوات وردت عليكم القوات كلها بقوائم الضباط وراكم تحضروا في قوائم سف الضباط الآن والجنود والقوات الخاصة اللي حضرتوها باش تروح البركي نافاسو ومالي والقوات والمخابرات اللي راه في مالي الآن وفي بوركي نافاسو تحبوا نزيد لكم شيء آخر هل يزيد لكم شيء آخر صورة صغيرة نقرأها لكم كتابة نقرأها لكم اللواء محمد قايدي يشارك في اجتماع لدول أعضاء لجنة الأركان العملية المشتركة في باماكو المالية وين؟ في باماكو المالية شكون هو هذا محمد قايدي؟ محمد قايدي هو D.E.P. دي بارتمن شايف دي بارتمن أم بلواء اي بري بارتمن رئيس مديرية أو دي بارتمن الاستعمال والتحضير وتحت أكثر من 70 جنرال واحدة من أهم من الإدارات في الجيش على الإطلاق وهو اليوم واحد من أقوى جنرالة على الإطلاق دعونا نشوفوه وين كان قبل سنوات آه شوف الوقفة نتعو شوف الابتسام نتعو ضحكة 14 مع وزير الخارجية الفرنسي وهناك الوزير الأول فرنسي فالز والمهرج السلال كانت هذه 2013 2014 نزيد لكم واحدة أخرى منهم انتبهوا كيف يصرح قاعد واش كان يدير هناك كان يسموه المنجل تلاعبوا بعقول البساطة واحدة تلاعب رهيب جدا لأنه هو كان يقود واحدة اسمه سيو دي سيو دي هالي دي بارت موهي اللي مرات تقوم في قضية البروباغندا ونشر الدعايات وكذا كان هو وعطى لي معتوه بيرمينجهام وصاحبه جوزيف وآخرين خرجوا يقول له خونا خونا القايدي خونا القايدي هو هنا واش كان في هذه في 2012 كان برطبة عميد فرنسيين طلبوه قالوا لهم نريده أن يقود هو الجانب العسكري الجزائري مع الجانب العسكري الفرنسي لماذا؟ لفتح الأجواء الجزائرية لغزو مالي اللي يقع في 11 يناير 2013 واش أصبح الجايد اللي كان عميد في 2012 في 2014 أصبح لواء جنرال في سنتين نضامة بين عميد إلى لواء قليلة جداً أن تحدث هذه طبعاً كانت بطلب ومباركة بل بإصرار فرنسي قدم لهم خدمات هائلة افتح لهم الأجواء اعطالهم الطاقة الكيروزين الإسانس المزوت الخضر الفواكه المخابرات الفرنسيس يدخلوا ويخرجوا كما يحبوا أعطالهم كل شي هذا اليوم هو واحد من أبشع الحركة اللي في الجيش الجزائري ورامي حظروا فيه باش يخلف شنقريح نريد جنيرال صغار صراحة لكن لا نريد جنيرال لا تخونا سواء كانوا صغار أو كبار عمروا 61 سنة هذا هو السيسي كان أبو عز وسيني يريد أن يكون سيسي لكن الحراك حطموا هذا سيحطمه الحراك أيضا بإذن الله لن يكون سيسي بالجزائر وبإذن الله لن يخرج جزائري لأنه إذا خرج جزائري أقرأ على الجزائر يسين سيحطمون جيشنا ثم يكسرون ويقسمون بلدنا ثم يحتلوننا وثم يستضعفوننا ويستعبدوننا ويجعلوننا ميليشيات ويجعلوننا واطنا ضاعم أكثر أبشع من سوريا وأبشع من ليبيا هذا كي يقول له نفرحه أن يكون وضع حق ذلك إذا انتصر الجيش جزائري فهذا يرجع لفرنسا تربحي أو أمريكا إذا هزم الجيش جزائري تكسرت الجزائر من يحافظ على الجيش نحن أم أنتم من يريد أن الجيش ميروحش يقاتل خارج نحن أم أنتم من عدل دستور اللي قاطعوا الشعب نحن أم أنتم من راح ليليزي محمد العربي أو طابو أو حمد بن محمد أو مرد هنا أو أمير دي زاد أو يحيى مخيوبة أو سوريا أو غير قايمة طويلة من الأحرار أو مستفقيرة ها ورح نتعكم ها نتعكم أو بلك مراد هاشمي ها هو الإليزي هاي الصور وين كان قبل أيام كان في مالي واش كان يدير كان مع الفرنسيس وكانوا في مهتمر في في لقاء جامينة في السر ورقتكم هذه بيانكم هذا لا يساوي عن الشعب الجزائري قيمة الحبر الذي كتب به هذي دحدوحية جديدة هذي لا تقل عن دحدوح مهزلة أيها الأحرار حرار البلاد حرائر البلاد غدا يوم عظيم خروجكم هو إنقاذ للبلاد من مصير مدمر خروجكم هو إنقاذ لعائلاتكم وأسركم وأبنائكم وأنفسكم وزوجاتكم وأبائكم من مصير مدمر هذه عصابات إجرامية خائنة وهاو بالدليل الحمد لله أنهم ردوا علينا باش نعطوهم بالدليل باش نزيدوا نجيبونهم الدليل بالدليل أيها الجزائريون كتب علينا جميعا أن ننقذ وطننا لا تراجع اليوم بالسلمية بالحضارية يجب أن تسقط هذه العصابات بقاءها خطر رهيب على البلاد ملايين زحف عليهم الفقر في هذا العام ملايين بلا عمل ملايين بلا دواء ملايين بلا مستشفيات ملايين بلا مدارس ملايين أصابتهم الأمراض النفسية والعقلية والأمراض الفيزيولوجية والطبيعية وغير طبيعية ملايين أيها الجزائريون إذا كان قبل 67 عام عبائنا حمل السلاح لتحرير البلاد من فرنسا فاليوم نحمل السلمية في أيدينا وفي أكتافنا وفي ألسنتنا وفي شعاراتنا ونحر البلاد من كابرانات فرنسا كابرانات كابرانات فرنسا